طيب من أبرز المخرجين اللي حضرتك اشتغلت معاهم وأعتقد أنه كان فيه توافق شديد هو المخرج الكبير أستاذ داود عبد السعيد طبعاً ليه؟ أولاً الأستاذ داود عبد السعيد أول واحد اشتغلت معاه وأنا صغير عندي 16-17 سنة كنت وهو كان أكبر مني حتة صغيرة يعني كان هو وأصدقائه زي الدكتور محمد كامل أليوبي الله يرحمه علي بدرخان مش عارف أسماء كتيرة يعني الراحل محمد خان إلى آخره رقفة الميهي مجموعة أي أسماء كلها كبرى يعني آه فأنا كنت دايماً يعني أتطفل عليهم وأعود أسمع هم بيقولوا إيه يعني تربيت على في مرحلة من المراحل حياتي الأولى نيكو تربيت على المجموعة دي اللي كان أساسها طبعاً داود عبد السعيد وهو كان بيعتبرني أخوه صغير لأن إحنا أولاد عام إحنا أراهب لكن الحتة دي ما لهاش علاقة بأنه يعني بيختارني أو ما اختارنيش يعني هو اختارني في أفلامه بناء على يعني يعني هو ممكن يجاوب أحن بالمناسبة زعلانين منه لأنه أه في فترة يعني أعلن أنه تراجع عن الإخراج يعني هو شرح الحكاية دي هو لم يتراجع عن شيء هو الظروف المحيطة تركت الانتاج في حتة مش غمضة ولا حاجة إنما حتة بتقول أنا هدفع كامو هاخد إيه وعمر ما كان الانتاج السينمائي أو المسرحي أو الفني بيقوم على هذا المنطق ولو هذا المنطق اعتمد يعني نقفل الأوبرا بتاعتنا ونقفل هذا الفنون في مكتب سكندرية اللي بيعمل اللي عنده أركسترا يعني يعتبر أركسترا هايل جدا ويعتبر تاني أركسترا بعد أركسترا القاهرة السينفوني وبقاله عشرين سنة تقريبا على وجوده وبيتعامل معاملة يعني الملاهي الليلية في الضرائب ياخدوا منهم ضريبة ملاهي على اعتبار إن ده يعني ملاهي الليلية مع إنه بيقدم ثقافة مهمة جدا طبعا فالمسألة يعني ما بتتكيلش هو أنا ده فعت كام وأخدت كام وأنا الحقيقي هو أنا قدمت إيه للمجتمع إنه هو يعني الأركسترا ده في سكندرية نقل للمجتمع السكندري من إنه هو بيشوف الأركسترا ده طيف كده أو في التلفزيون لأنه يروح له يعني حفالات شهرية ببرامج بفنانين كبار بييجوا من القاهرة أو خارج أو من برة مصر يعني من العالم فالفكرة دي هي يعني أساسها هو اللي كان وراء إنه هو النهاردة طبيعة الإنتاج هي بقت كده لا يعني هي دي فرصة الحياة النهاردة نحن نعلم بقى داخل فيها إعلانات دي مشكلة وحتاج يعني حتدفع آخرين أيضا الانسحاب من هذا المجال طبعا 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 فنانين كبار حضرتك شوفي الفنانين الكبار المخرجين في العشر سنوات الأخيرة أو أكتر ومن فيهم مشتغلوا عمل إيه يعني هي دي نتيجة يعني إنه هو لابد من نظرة أخرى دي هذا المجال يعني خسارة وكمان ما يبقاش فيه يعني فرصة لإني فيه البعض بيضطر إنه هو بيقدم تنازل لأنه عشان يتكسب رزقه اليوم يعني المسألة برضو مش مش فن وخلاص يعني مجموعة أشياء فهو لما قال ده قاله في هذا السياق إنه هو من وجهة نظره مش شايف في المستقبل إنه يبقى فيه يعني إنتاج بتدعمه هيئات ثقافية مهمة وهيئات فنية صحيح يعني ودي حاجة طمعاً وده مهم فعلاً تاني بقول إنه نحن بنشير إلى هذا الموضوع النهاري في برنامجنا لأنه مسألة فعلاً عايزة أعادة رؤية لأنه خسارة نحن من حين لآخر ينسحب فنانين كبار من هذا المجال بينسحب وفيه دول أخرى حوالينا بتسحبهم بالزبط وبتعمل شغل مزبوط يعني بتعمل اللي احنا المفروض نعمله وبتعمله بشكل يعني صحيح لا يعني نرجو طبعاً يعني أن احنا نتلافذ آه طبعاً